طيب معنا مدخلة من الأستاذ عبدالباقي بن مسعود رئيس قسم الرياضة بإذاعة شمس فم التونسية هيكون طبعا الإذاعي القدير عبدالباقي بن مسعود هيكلم معنا عن القرع بقى بشكل عام ووجهة نظر الإعلام التونسي في مواجهات دوري المجموعات يا أستاذ عبدالباقي ازاي حضرتك يا فندم أهلا وسهلا بيك وأهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي أهلا وسهلا فندم يعني أولا إيه رأيك في المجموعات وهل كنت تتوقع أن تكون المجموعات الحياة المجموعات كلها آه في مجموعة قد تبدو قوية مجموعة قد تبدو أقل قوة ولكن في النهاية الستاشر فريق أو معظم الفرق من الستاشر فريق من أفضل الفرق اللي موجودة في إفريقيا ولهم تاريخ كبير جدا أكيد جدا ومتوقع أن يكون في كل مجموعة على أقل ثلاثة أنديا عندها خبرة أو عندها مكانة في أفريقيا وهذا اللي حاصل ولكن لا يمكن لنا أن نحدد مدى قوة المجموعات اليوم باعتبار أنه لا ندرك مدى استعداد كل الفرق في هذه اللحظة بالذات وكيف ستكون استعداداتهم عند انطلاق ألا الدورة كثيرا من الأندية يعني عند القرعة نتوقع لهم توقعات إيجابية أو سلبية ثم لما ترمى الكرة في الميدان نشاهد أشياء مختلفة وبالتالي كله مرتبط أساسا بانطلاق المنافسات من هنا إلى شهر أثنين وبالتالي لا يمكن لنا أن نقدم حكما جازما في أن هذه المجموعة أقوى من تلك أو هذه أضعف من تلك واعتبر أن كل من وصل إلى هذا الدور لا يمكن إلا أن يكون فريق محترم ويجب أن يقرأ له ألف حساب والكرة فيها أيضا المفاجآت وفيها التوقعات وما دون المتوقع وبالتالي كل فريق الذي سيكون على استعداد تام يوم للحسن مثل ما نقول هو الذي ستكون له الحظوظ الأوفر من أجل المرور إلى الدور الثمانية أستاذ عبد الباقي قبل أن أسألك عن الدرب التونسي أريد أن أسألك عن هل سيكون هناك تأثير لأمم أفريقيا لأن بطولة كأس الأمم الأفريقية يكون فيها عدد كبير من المنتخبات يعني مثلا منتخب مصري يضم عدد كبير من لعاب النادي الأهلي ولعاب النادي الزمالك منتخب التونسي يضم أيضا عدد كبير من لعاب النادي الترجي والنجم السحيلي وبالتالي هل ده من الممكن أنه يؤثر بشكل سلبي على اللاعبين بعد نهاية كأس الأمم على حسب كل منتخب يعني لو المنتخب وصل لدور الثمانية غير المنتخب لما يصل لدور الأربعة غير المنتخب لما يصل لدور النهائي التأثير يكون سلبي إذا ما حصلت لقدر الله إصابات في صفوف اللاعبين ولكن إذا ما تمت الأمور على أحسر ميران من ناحية الصحية بالنسبة للمشاركة في الأمم الأفريقية فأعتبر أن هذا أحسن تأهيل بالنسبة للأنديا لدخول منافسات الأندية الأفريقية باعتبار أن كاسم أمم الأفريقية تتضعهم في أجواء ومناخ الأجواء الأفريقية التي هي أجواء صعبة وتعود بها أمر مهم وأمر حاسب وبالتالي أعتقد بعيدا عن المساء الصحية في حالة أن كل لعبين يحافظون على مؤهلاتهم الصحية أعتقد أن كاسهم من أفريقيا ستؤهيلهم أكثر لمنافسات كاس الأندية وكثيرا نحن المال الأندية التي تتفوق على المستوى الأفريقي هي الأندية التي تمتلك أكثر لاعبين في المنتخبات نأخذ على سبيل المثال الأهلي نأخذ على سبيل المثال التاريجي في تونس يعني التجربة مع المنتخب يمكن أن تفيد اللاعب في نديه نحن نتمنى أنه خاصة كل أندية العربية تدخل هذه المنافسة الأفريقية وكأس الأمم والتخرج في صحة جيدة وبانتصارات مفيدة ومعنيوات مرتفعة حتى تخوض أندية العربية المنافسة الأفريقية على المستوى الأندية بأوفر الحضود إن شاء الله أستاذ عبدالبائل مجموعة الثالثة ترجي نجم شباب الأزداد جالاكسي من بيتسوانا ترجي والنجم دربي كبير ودربي واحد من أهم الدربيات في أفريقيا كيف ترى هذه المجموعة والله فيه أشكالات في هذه المجموعة بالنسبة للمنافسة الترجي والنجم باعتبار أنه النجم الساحلي لحد الآن ليس له ملعب باعتبار أنه ملعب سوسة في إطار إعادة التهيئة والنجم سيجد نفسه يستقبل معناها خصومه في ملعب غير ملعب ولكن يبقى النجم والترجي تبقى المنافسة حادة بينهما المناسبتين السابقتين كانت فيهم الغلبة للترجي في هذا الموسم وضعية النجم الساحلي في البطولة لحد الآن غير مريحة ولكن هي وضعية ظرفية أعتقد أنه سيتم تجاوزها بعد تغيير الإطار الفني والقيام بالانتدابات المطلوبة ثم بعد بروز لعبة النجم الجزائريين مع منتخب الجزائر وعودتهم بمعنويات مرتفعة على غيرار بن عيادة والمزياني وبطمان ترجي نفس الشيء لو لعبين بالمتخب الجزائر الشطي وبدران وعادوا أيضا بمعنويات مرتفعة ومرتفعة جدا المنافسة ستكون حاسمة وأعتقد أن هذه المجموعة إذا ما كانت كل الأندية في المستوى العادي المعروفة به ستكون مجموعة حديدية وصعبة باعتبار أنه وجود شباب ملوزاد الذي وصل إلى ربع النهائي في الدورة الفارتة وكاذا يترشع على حزاب الترجي أبدأ أنه لو أصبحت له طموحات على المستوى الأفريقي وبالتالي هناك مكانان أعتقد أنه اللعب سيكون بين الترجي والنجم وبالوزدان أستاذ عبد الباقي الأهلي وسانداونز والهلال والمريخ أعتقد أيضا أنها مجموعة كبيرة جدا وأسماء كبيرة جدا لأربعة من الفرق الكبيرة في أفريقيا والأكبر في هذه المجموعة دائما باعتبار الوضعية الحالية لكل الأندية هو الأهلي يعني الأهلي يمر بدون أي تسمح الهلال والمريخ يعني يظهرني جمهور الهلال وجمهور المريخ أهلويين أكثر من يكونوا إلهيين ومريخيين يعني أعتقد أنه الأهلي بقوته الأهلي بتنظيمه الأهلي بتقاليده سيكون أمام أبواب مفتوحة للمرور إلى ربع النهائي وبسهولة في هذه المجموعة ثم الموسم الفارق بيّن أنه واقعية الأهلي وتكتيك الأهلي واقتراب لعب الأهلي من الروح والعقلية الأوروبية جعله يتفوق على سانداونز ويذهب إليه جنب أفريقيا ويقتلع منه أيضا نقاط وبالتالي أعتقد أنه المجموعة هذه فيها الأهلي دون نقاش ثم المكان الثاني الأقرب سيكون سانداونز باعتبار أنه تجربته أفضل من تجربته الهلال والمريخي على مستوى النتائج الوداد والزمالك وبترو أثرتكو وسجرادة الأنجولي إيه رأي حضرتك في هذه المجموعة أو المجموعة الرابعة؟ ستنحصر المنافسة بين الوداد والزمالك وبترو باعتبار عراقة الأندية الثلاثة ومشاركاتها السابقة في البطول الأفريقية ولو أني يعتبر أن الوداد والزمالك سيمران أيضا دون صعوبة كبيرة لأنه سيعولان أساسا على مسألة هذه النضج والواقعية في الأداء التي يفقدها فريق بيترو أثليتيكو ولا أعتقد أنه بيترو قادر على أن ينتزع مكان مع الوداد والزمالك تمام أستاذ عبدالقادر أنا آسف أستاذ عبداللبائي هل الأقرب للوصول إلى المباراة النهائية؟ ولا بلاش نتكلم عن المباراة النهائية دلوقتي لسه بدري هو لسه بدري لكن لو نحكي في المطلق يعني بالوضعية الحالية الآن للأندية أعتبر أنه الأهلي في طريق مفتوح في الستاشر فريق الموجودين أمامنا الآن وفي وضع اليوم الأهلي هو الأفضل الأهلي هو المرشح دون غيره ولكن ننتظر نحن التطورات ننتظر يوم المباراة ننتظر اقتراب المعد لنكتشف الحالة التي ستكون عليها كل فريق ولكن في المطلق كما قلت الآن الأهلي يأتي بعده الترجي والرجاء ثم الوداد يعني أندية تنطلق بحظوظ جد جيدة كما قلت الأهلي مازال يعيش نشوة الفوز بالسوبر الأهلي نعيب أكترهم في المنتخب مدرب على مستوى عالي جدا تنظيم عالي جدا الأهلي مستقر إلى حد الآن وإذا ما وصل الأهلي على ما هو عليه الآن أو دعم ما هو عليه الآن أعتقد سيكون مرشح الأول وسيكون في تنافس مع بقية الأهلي أخيرا الترجي وتجربته مع رادي الجعادي هل هي تجربة جيدة حتى الآن؟ إلى حد الآن التجربة لا تخضع إلى تقييم لأن رادي الجعادي لم يلعب إلا ستة وسبع مباريات مع فريق الترجي ريالي التونسي إلى حد الآن لم يظهر فيها الترجي بالمصنع والذي عود به أحباءه ولكن الترجي يبقى يعني مخزونه من اللاعبين وتنظيمه الإداري مواصفات تجعل الترجي قادر على التدارك في أسرع الأوقات أعتقد إذا ما تمكن الترجي فيه خلال هذه الراحة من انتداب على الأقل مهاجم ممتاز لأن الترجي ناقص مهاجم بالمستوى عالي جدا ولعب وسط أيضا إذا عثر الترجي على صوره النادر في هذين المركزين أعتقد أنه سيكون له شأن وشأن مخيف جدا في الدورة هذه أستاذ عبدالباي بن مسعودة الإذاعي الكبير ورئيس قسم الرياضة بإذاعة شمس إفقام التونسية أنا أشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا